فيديو نادر للفنانة هيفاء وهبي يعود لأكثر من 30 عام ما يكشف وجيه الحقيقي تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ونستمر وننجح حدايا مرسي كتير شكرا أنتم خير ولبناني بقالوا في خير بحب بحب أعطي رأيي ببرنامج أحوال القرى أنه برنامج كتير حلو بساعد على معرفة طبعا مثل الأنوان اسم على مسم أحوال القرى يعني كل شي في قرى نحنا نحنا بعد ما منعرفها بعد ما منعرف عنه شي من خلال هالبرنامج يمكن عم نكتشف في قرى بعد ما سامعي فيها وبتمنى أنه تأدمن نستمر والنجاح في مقطع فيديو لم يتم تصديقه تداول نشاطاء مواقع تواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة لبنانية هيفاء وهبي ويعود إلى ما قبل عمليات التجميل وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في الفيديو بإطلالة بسيطة في مقابلة ضمن برنامج اسم أحوال القرى حيث أبدت رأيها بالبرنامج وكالعادة أصرت الفنانة هيفاء وهبي الجدل حول التغيير الكبير في شكلها وكيف إنها ازدادت جمالا وشبابا بعد كل هذه السنوات هيفاء محمد وهبي من مولد عشر مارس سنة 1976 أي هي الآن بعمر 44 عامة وبالنسبة لتاريخ ميلادها فهو عشر مارس ستة وسبعين وهو العام الحقيقي الذي أكدته بنفسها عبر الجواز السفر بإحدى اللقاء وعلى الرغم من ظهور الكثير من الشائعات التي جاءت بها لزيادة في السنة الميلادية الحقيقية وكتير من المصادر والمتابعين يؤكدون أن هيفاء وهبي في أواخر الخمسينيات من عمرها هيفاء وهبي من أب لبناني مسلم شيعي محمد وهبي وأم مصرية سيدة عبد العزيز إبراهيم ونشأت وترعرعت هيفاء وهبي بالعاصمة بيروت ولديها سلاس شقيقات وشقيق واحد وفي بداية التسعينيات تزوجت من ابن عمتها نصر فيد زواج عائلي وأثناء حملها سفرت معه إلى إفريقيا حيث كان يعمل وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلقيها بعد انجاب الطفلة بعد أن انجابت بنتها زينب في يونيا سنة 1993 وفي 24 إبريل سنة 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012 خضعت الفنانة هيفاء وهبي للعديد من عمليات التجميل إلى أن أصبح شكلها هذا اليوم ويؤكد البعض أن هيفاء وهبي قامت بخمس عمليات تجميل لأنفيها فقط وفي 2017 ظهر تقرير من إحدى المجلات يكشف عدد العمليات التجميل التي قامت بها الفنانة هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي قامت بخمسة واربعين عمليات تجميل من ضمنها للأنف وتجبير للصدر ونفخ الشخي في 2017 نشرت إحدى المصادر أن أجمالية عمليات التجميل التي قامت بها الفنانة هيفاء وهبي تبلغ خمسة واربعين عمليات تجميل في 2017 ترجمة نانسي قنقر